بالنسبة لي للغريات New Folder Light Click In Any Empty Area In The Window Select New Option And Folder Option In The List New Folder Highlighted Print The Name And Click In Any Empty Area In The Window يعني بحيث إذا تريد تنشئ مجلد جديد نقل بالزر الماوس الأيمن في منطقة فارغة من النافذة ونحدد خيار الجديد وخياره في مجلد القائمة ونضع مجلد جديد ونطبع الاسم وننقل في أي مكان فارغة يعني مثل ما هسته نشوف هذه المنطقة الفارغة ونكون نروح إلى New نضغط على Folder ينشئ نجد Folder جديد ونغير الاسم مثلا الموصل وثم ننقل في مكان فارغ يطلع عندنا المجلد هو باسم مجلد اسم الموصل Selecting multiple file folder to select a single object click on it once to select several objects anywhere in the window hold down the control key while you click on them in ten ثم هاي بالنسبة إذا كان نختار ملفات ومجلدات متعددة لتحديد كائن واحد نضغط عليه مرة وحدة هذا المجلد نختار نضغط عليه مرة وحدة بالكليك يمين وكليك يسار واثنان نقض على control نحدد عدة كائنات في أي مكان من النافذة يعني إذا احنا نريد when to select several objects in one line continues hold down the shift key with arrows while you click on them in the ten or click the first item place and hold down hold down the shift key and then click the last item or drag the mouse pointer to create a selection around the outside of the item that you want to include يعني عند النقض على control تحديد عدة كائن فيها مكان من النافذة نضغط باستمراء على المفتاح مع shift عند التحديد يعني مجموعة من في سطر واحد من تجاوض نضغط مع الاستمرار على على الشفط أو الأسهم نحدد مجموعة من الفولدرات إذا كانت بخط متساوي مثلا نضغط على shift والسهم تتحول عندنا نختار الفولدر المعين الفولدرات اللي احنا بالنسبة لل بالتحديد 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 تحديد 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 الملفات بحيث بحيث الفولدر بحيث الفولدر يضمن مجموعة من الإعازات مثل مثل وضغط بالنسبة المجموعة من الملفات اللي نحددها بحيث الفولدر الفولدر او فايل يعادة تسمية الفولدر تحديد 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 التحديد تحديد يعني نجي على الفولدر مثلا الموصل تحديد المكان مربع لتغيير الاسم مثلا نغير الاسم الى اسم اخر ثم نضغط بالنسبة المقطقة فارغة راح تتغير التسمية التسمية الجديدة لتغيير اسم مجموعة من الفائلات يمكنك أيضا الناس مجموعة 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 إذا كانت فولدرات تتغيّد كل وحدة باسم 1-2-3 إذا كانت فايلات تتغيّد فايلات بنفس الفولدر ستتغيّد إلى موصل 1-2-3 أما إذا كانت مثلاً عندنا الفولدر وصولها وإكسل وتتغيّد الاسم مثلاً يأخذون نفس الاسم أخذوا ثلاثتهم نفس الاسم لأنه هما الامتداد مالتهم يختلف عن الآخر لذلك يكون نفس الاسم عند محاولة التغيير الـCopy File أو المجلّزات المجلّزات لإنجاز عملية الـCopy File أو الفولدر نضغط بالـLight تقلق على الفولدر ونأخذ Copy Control-C يعني مثلاً تقلق على الفولدر ونأخذ Copy Control-C يعني هذا الشسم الملف نسوي لـCopy أو أو Control-C نضغط على Control-C اللي من لوحة المفاتيح أخذ المفاتيح التي تريد أن تقلق على المفاتيح على المفاتيح لـFolder ونأخذ على المفاتيح على المفاتيح يعني نسوي هذا الشسم Copy ونروح لنفتح لنا فولدر آخر ونسوي لـPaste لنقل نسخة من الفائل اللي احنا سوينا على Copy إلى هذا الفولدر وبالنسبة لـ أو نسوي لـ Control-V أما بالـ Moving File Folders Right-Click on Folder and choose Cut-Ctrl-X Open the folder disk where you want to copy the file on folder to it Right-Click to choose Paste يعني أنت تريد تنقل الفائل من مكان إلى مكان آخر بحيث ما تبقي إلى أي جذور في ذيك المكان يعني سوي لـ Cut وتروح Cut اللي هو عملية النقل تدخل إلى الفولدر وتسوي لـPaste بحيث أن ترجع إلى سطح المكتب مات وتسوي لـ Cut يعني مو مثل مو مثل ما عملت لـ Copy تبقى نسخة من الفائل If you copy or cut the item the item the item storage in-clable temporarily the part of the MyMemory يعني أنت بالـ MyMemory من نسوي CopyCode أو Cut تروح بالخزان الثانوي اللي موجود بالـ MyMemory ولذلك بعد ما يبقى أخذ إعاز بالـ الـ إلى أن تطفيل جهة حاسبة تنقطع عنها قياد الكهربائي عن الحاسبة أو أن تنتقل إلى إعاز آخر سواء كان الـ Copy أو PASS هاي بالنسبة للـ Copy والكارت والـ PASS الـ Copy file folder to FlashMemory يعني أنت عملية انت تتيد وقط للفائلات بالـ FlashMemory يعني تجي إما تحدد الفائلات تحدد الفائلات وتسوي لـ SENT to FlashMemory بعد ما تخليه لـ FlashMemory بتجيه بالحاسوب أو تسوي لـ Copy ثم خط بداخل بداخل الفائلات من الملاجع الملاجع الملاجعند وإ هذه الفائلات وZI قئ GleichMemory في الملاجع الملاجع اخر فيه ملاجع الل Paris بالأني ملاجع برصمة ثم نقطع cognitive ملاجع تعمل نقطع نجرة وتحضر وملك ملاجع سنة 2 سيليكت سبيسي فاك سمبل او فلاش ايكون يعني سوي الى سينة 2 الى الفلاش ميموري او اذا كان بلوتوث او ملف اخر موجود على الدرايفاك على الدرايفاك هذه بالنسبة الى المحاضرة الثامنة وان شاء الله تكون هي محاضرة بسيطة جدا عن الفولدر والفايل والكارت والكوبي اهم ما موجود في هذه المحاضرة والسلام عليكم